إن مكافحة مرض السرطان يؤد عمراً في غاية الأهمية لذا جاء تنظيم هذا المنتدى الوطني حول الأمراض غير المعدية في شات كالسرطان وغير ذلك من الأمراض الأخرى منسقة البرنامج الوطني لمكافحة السرطان الدكتورة فاطمة محمد حقار أوضحت بأن مرض السرطان يشكل خطراً على صحة وحياة الكثير من الناس في إفريقيا في كلمته الافتتاحية لهذه المناسبة وزير الصحة العامة والوقاية ممثلاً لرئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو بهذه المناسبة أشار إلى أن هذا الاجتماع الخاص بالمنتدى الوطني هو اجتماع سنوي حيث يتم التركيز فيه على طرق مكافحة السرطان واستناداً على حزي الإحصائيات الحالية فإن نسبة الوفيات الناجمة أن الأمراض غير المعدية مرتفعة على مستوى القارة الأفريقية مؤكداً وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم بأنه في العام 2022 ازدادت حالات الإصابة بمرض السرطان كسرطان البروستات والكبد الوبائي والثدي وسرطان أمق الرحم والغضط وغيرها من السرطانات الأخرى مؤكداً بأن وزارة الصحة العامة وضعت مكافحة السرطان من ضمن أولوياتها وفي نحاية المنتدى تداخل بعض من الأطباء المختصين في هذا المجال حول كيفية الجلوس معاً لأجل مكافحة هذا الداء الذي أصبح يثير القلق بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر